على هامشي أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل انهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عددا من المسؤولين للتباحث في علاقات التعاون والرؤى المشتركة في القضايا الدولية الراهنة التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل انهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية معالع دروس الزبيدي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمنية وذلك على همش أعمال الدورة التسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ومجمل التطورات على الساحة اليمنية بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك كذلك التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد ألنهيان في نيويورك سعادة سيغريت كاك كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة وبحثت جانبان الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعاني منها المدنيون في قطاع غزة وسبل تعزيز الاستجابة الدولية لهذه الأزمة الإنسانية المتفاقمة كما تطرقت جانبان إلى الجهود الإقليمية والدولية المبذولة تجاه وقف إطلاق النار في القطاع بما يسمح بنفاة المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة بشكل كاف وعلى نحو آمن ومستدام وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد ألنهيان على التزام دولة الإمارات الثابت بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق كما والتقى سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في نيويورك كلا على حدة معالي رالف جون ساليفيس رئيس وزراء سانت فينسنت وغرينادين ومعالي مسالية مدفادي رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في جمهورية كينيا ومعالي أمادو أوريبا رئيس وزراء جمهورية غينيا والتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد ألنهيان معالي جان نويل باروت وهنأه بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية في الجمهورية الفرنسية أيضا التقى سموه معالي بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة في المجر ومعالي سارا بيسولو وزيرة خارجية جمهورية لبيريا ومعالي بولسون بنابا وزير الخارجية والعمل والتجارة في توفالو ومعالي يوسف ماميتاما وزير خارجية جمهورية نيجيريا الاتحادية ومعالي أنريكي مانالو وزير الخارجية في جمهورية الفلبين ومعالي إدوارد أنريكي وزير خارجية هندروس وبحث سموه مع الوزراء جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإضافة إلى علاقات التعاون في عدة مجالاته منها الاقتصادية والتكنولوجية والذكاء الاصطناعي والتجارية والاستثمارية والثقافية والتعليمية والزراعية والأمن الغذائي بالإضافة إلى الطاقة المتجددة والمناخ وغيرها فضلا عن مجمل التطورات الدولية ومنها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة وفي سياق متصل عقد سموه الشيخ عبدالله بن زايد ألنهيان اجتماعا مشتركا مع سعادة سيندي مكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمية جرى خلاله بحث علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والبرنامج على صعيد العمل الإنساني العالمي